قسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية نعرف منه أكتر إيه الإجراءات المتبعة وإيه اللي ممكن يحصل صباح الخير يا فند أهلاً وسهلاً صباح الخير على حضراتكم وعلى أهلنا في محافظات مصر كلها يا فند أهلاً بحضرتك دكتور خليد اسمحني في الأول عايزة أعرف من حضرتك إحنا إزاي بنحدد سعر التعريفة الخاصة بالركوب يعني أو السعر الخاص بيه الأجرة اللي المواطن بيدفعها شوفي حضرتك هو اللي بيحصل الآتي طبعاً السادة المحافظين مع السادة مدراء المواقف اللي موجودين في كل المحافظات المصرية تم الجلوس منذ فجر أمس وعقد الاجتماعات اللي بيها تم تحديد التسعير وفقاً ليه طول خطوط السير سواء كانت خطوط السير داخلية داخل المحافظات على مستوى المراكز والمدن والأحياء أو ما بين المحافظات وبعضها البعض حصل تنسيقات وخاصة فيما يتعلق بالخطوط الخارجية الربطة ما بين المحافظات تم إقرار هذا الأمر ثم بعد ذلك تم طباعة هذه التعريفات وتم وضعها في المواقف الموجودة في كل المحافظات المصرية من جانب وتم الإعلان عنها ثم تم الإعلان عن خطوط ساخنة في المواقف بحيث يتم الرجوع إليها في حالة مخالفة أي من السائقين ثم بعد ذلك تم التأكيد على طباعة ملسقات موجودة على زجاج السيارات الركوب العامة بحيث إنها تبقى الناس عرفة خط السير بادي منين لفين وقيمة التعريفة قد إيه وإلزام السائقين بوضع اللافتات دي هو الملسقات دي على السيارات وإلزامهم بهذا الأمر طبعا بعد ذلك في متابعة حصلت من خلال معالي الوزير مع السادة المحافظين ثم متابعة السادة المحافظين منذ صباح أمس ميدانيا بحيث إنهم شافوا على الأرض آلية تطبيق هذا الأمر ومتابعته إلزام معالي وزير السادة الزملاء رؤساء المراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية إنهم ينزلوا ولا زالوا طبعا هنتابع النهاردة وبكرة وفيه ربط ما بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية مع غرفة العمليات على مستوى المحافظين دكتور خالد اسمح لي الإجراءات دي ممكن أو الملسقات دي ممكن تبقى موجودة في المواقف اللي هي ما بين المحافظات يعني لو موقف مركزي مثلا في القاهرة للمحافظات منصورة طنطة ممكن تبقى التعريفة دي واضحة وصريحة وملسق بوجود لكن بالنسبة بقى للمواصلات الداخلية اللي ممكن حد بيركب مثلا الميكروباس مش من الموقف بيركبه مثلا من الشارع من قدام بيته فده ممكن يبقى فيها شوية مش عارف الأجرى بتاعة الركوب المتابعة هتتم ازاي في الحتة دي اللي هي المواقف الداخلية والمواصلات الداخلية المواقف الداخلية والمواصلات الداخلية ملزمة بهذه الملسقات بتفعل ده نقولت لحضرتك السادة رؤساء المراكز والمدر الأحياء بيفوتوا وبيمروا وبيوقفوا العربيات ويتأكدوا منها كذلك الأمر إتاحة ده على البوابات الإلكترونية اللي موجودة داخل كل المحافظات كذلك إتاحة القطوط الساخنة بحيث أن كل ملسق موجود عليه زي ما موجود عليه خط السير بداية ونهاية وقيمة التعريفة برضو أي الأرقام بتاعت الشركة وكذلك الأمر إحنا كوزارة تنمية محلية مبادرة صوتك مسموع رقم الواتسة بتاعها 0-123-53-3-1 ده لتلقي أي هرجع مع حضرتك الرقم 0-123-53-3-1 صح كده؟ صح يا فامو وكذلك الأمر هناك خط ساخن 15-330 لتلقي أي استفسارات على مدار اليوم طول أيام الإسبوع كذلك الأمر صبحتنا على فيسبوك طوتك مسموع والقالية الرابعة الإيميل أدريس اللي هو info at mld.gov.il أوكي طب إحنا يعني هم هيبقوا معنا على الشاشة نكتبهم برضو علشان أي ده لأي حد ممكن حتى لو بيركب مش من الموقف من قدام البيت أو فيه لهم حطات إن هم بينزلوا فيها ده يبقى عارف التعريفة الخاصة بيه الركوب ويبقى عارف هو ده حقه إيه وواجبه إيه إحنا مش عايزين يبقى فكرة إن السائقين برضو يتحكموا في قصة والله هو ده إن كان عجبك يعني دي مهمة جدا المتابعة يا دكتور خالي طب خليل لو حصل فيه تجاوزات إيه اللي بيبقى المفروض إن هيتم اتخاذه من إجراءات طبعا يعني مفيش يعني ببساطة شديدة جدا أي راكب يلاقي فيه تجاوز هو طبعا عارف خط السير بتاعه منين لفين وحيدفع كام لو طلب منه أكثر من هذا كل ما في الأمر يبعط لنا على رقم الواتس آب أو على الرقم الخط الساخن أو على الرقم الواتس آب بتاع المحافظة ويحط رقم السيارة والوقت بتاعها وإحنا هناخد الإجراءات القانونية ضد السائق المخالفة تمام طيب أنا يعني في النهاية حضرتك حبيب إن احنا نتوجه يعني كلمة سواء لي المواطنين العاديين أو للسائقين أو المسؤولين عن المواقف سواء داخل الداخلية أو الخارجية طبعا فندم يعني حعيد تاني وأكد عليه مع الوزير اللي هو شام أمن وزير التنمية المحلية بإن احنا كلنا مع بعض مفروض إن احنا نتشارك في إدارة الأمر خاصة إن معدلات الزيادة اللي حصلت نتيجة للتسعيد التلقائي طبعا ترتب عليها زيادة في التعريفة طبعا الزيادة دي كانت بتتراوح من 8% إلى 15% على مستوى كل المحافظات وحسب خطوط السير وبالتالي تم إعلان قوائم التعريفة مربوطة بخطوط السير وبالتالي الجميع عليه للتزام من أجسادة السائقي بوضع الملصقات من ناحية وتلقى الأجرة الجديدة المقررة من ناحية تانية وخاصة إنه يعني إحنا اللي إحنا بننقلهم دول دول أهلنا وبالتالي من الطبيعي إن إحنا كلنا مع بعض وخاصة إن مش دي أول مرة دكتور خليد أنا عايزة أسأل حريك على سؤال هو إحنا يعني إحنا مثلا أسعار البنزين مثلا زادت جنيه عن السعر الأديم أنتوا بتحسبوا إزاي الزيادة يعني السعر الجديد بيتحسب إزاي على الزيادة اللي حصلت فيه البنزين ده بيتحسب على أساس خطوط السير أستاذة زملاء المديري المواقف اللي موجودة في كل المحافظات بيتعرضوا ده على أستاذة المحافظين مع البيهات المعنية بيتتم المراجعات بما يتناسب مع طول خطوط السير وخاصة إن مش دي أول مرة تحصل إن يتم فيها تعديل خط التعديل أنا سمعت إن التعريفة زادت بنسبة 15% الخبر ده صحيح ولا ما فيش نسبة سبتة لا فيه من 8 إلى 15% من 8 إلى 15% حسب طول المسافة يعني فيه 8 فيه 8.5 فيه 10 فيه 11.5 فيه 12.5 الحد الأقصى هو يعادل 15% وتم وضع أسعار التعريفة الجديدة في قوايب وفي كشوف وتعلقت على بنارات موجودة في المواقف وبعدين كمان بالإضافة إلى هذا وذات كل البوابات الإلكترونية النهاردة في كل المحافظات المصرية بدءا من أطوان حتى سيناء شبئا ومطروح غربا كل ده موجود على البوابات الإلكترونية اللي موجودة فيه المحافظات وبالتالي يسهل الدخول وأعرف خط السيل بتاعي سواء أنا كنت في إنا أو كنت في الجيزة أو كنت في السكندرية أو كنت في البحيرة أو في غيرها من المحافظات المصرية كل ده معلن عنه بمنتهى الشفافية وبالتالي معلوم للمستخدم ومعلوم بالنسبة لإصطاء كذلك الأمر أهمية المتابعة والرقابة من جانب زملائنا ده أهم حاجة أو النبي دكتور خالد ده أهم حاجة لأن الناس يعني زي محارتك عارف بتبقى يعني محتاجة أن هي تبقى فيه فعلا رقابة حقيقية على فكرة المواصلات بعد شاية بينسوا آه طبعا عشان كده إحنا كلنا رابطين مع بعض يا فندم منذ فجر أمس على مدار الساعة وبالتالي غرفة العمليات وأدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية مع مركز السيطرة رابط مع غرف العمليات والأزمات على مستوى 27 محافظة مصرية خدمة لأهلنا في كل المحافظات المصرية بالتوفيق دكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا